وخلال كلمته بمؤتمر إيجتس 2024 قال وزير البترول طارق الملة أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 15 مليون وحدة سكنية منها 9 ملايين وحدة تم توصيلها خلال 9 سنوات الماضية بما يعادل 60% كما أشار وزير البترول إلى أنه تم تحويله نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 15 مليون وحدة سكنية منها 9 مليون وحدة تم توصيلها خلال 9 سنوات الماضية بما يعادل 60% تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط 70% منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في يونيو 2020 فضلا عن مضعافة عدد محطات تموين السيارات بالغاز بحوالي 5 أضعاف في إطار المبادرة لتصل إلى ألف محطة تنفيذ عدد من المشروعات لاسترجاع غازات الشعلة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بالإضافة إلى إجراءات خفض انبعثات غاز الميثان بما يسهم في تحقيق أهداف التعهد العالمي للميثان الذي أعلن السيد رئيس الجمهورية عن انضمام مصر إليه خلال قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى في يونيو 2022 التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول مما ساهم في توفير الغاز الطبيعي والسولار المستخدم في توليد الكهرباء ترجمة نانسي قنقر